ازاي يوكو؟ انظم الرضاعة ولا منظمش الرضاعة؟ مفيش اجابة مطلقة ما تسمعيش لحد بيقولك اصلا ممنوع تنظامي الرضاعة وحد تاني بيقولك لا دانتي لازم تنظامي الرضاعة فيه ظروف انا بقولك ما ينفعش تنظامي فيها الرضاعة لازم تردعي on demand او حسب الطلب امتى؟ لما يكون ابني عنده صعوبات رضاعة اما يكون لسه والدة خالص والطفل لسه بيتعلم ازاي يلتقم يعمل التقام او لاتش سليمة لما يكون اصلا بدخل صناعي مع طبيعي وبحاول على قد ما اقدر ان انا اقلل الصناعي ليه؟ لان الرضاعة الطبيعية هي مخك لازم يتنبه عن طريق الرضاعة المباشرة انه ينتج لابن كتير فانا لو ام لسه اللابن عندي قليل ومش مظبوط مقدرش اقولك نظامي الرضاعة لا بالعكس انه بقولك رضاي على قد ما تقدري علشان المخ يتنبه اكتر فينتج لك لابن اكتر واكتر ولو انسي عندك مشكلة وصعوبات الرضاعة اول تعليق فيه سلسلة كاملة لصعوبات الرضاعة والتعامل معاها ازاي انما لو انا خلاص ابني بالميزان بوزنه كويس الصفرة بتاعته نزلت اللابن زي الفل ما شاء الله كويس قوي وبيشبعه والميزان انا برجع اقول الميزان انها اهم علامات الشبع انه وزنه كويس خلاص عد علي فترة بعد الولادة اه تقدري تنظامي الرضاعة طيب فترة قد ايه الفترة دي بتتفتح من اول مثلا 3 اربع سبيع لغاية شهرين على حسب الام فيه ام مثلا قبل كده خلفت بيبي واثنين وثلاثة فتقدر تحكم ان اللبن بتاعها كويس والبيبي بيزيد وعمل التقام سليم بعد اسبوعين ثلاثة تقدر فيه ام تانية لأ لسه بتبتدي خالص وده اول بيبي ليها ولسه يدوبك عما لا تحاول تزبط الوضعية وكلام ده كله فلأ دي اديها فرصة يمكن شهرين ويمكن اكتر على حسب ما هي تقدر تزبط نفسها وتقول انا اللبن بتاعي كويس وابني ما اماشي كويس اوي انا اقدر انظم الرضاعة طيب هل لازم انظم الرضاعة لا برحتك ان شاء الله يا رب الغاية متفطومي ما تنظميش الرضاعة انت حر طيب تنظيم الرضاعة ده ممكن يبقى ليه مزايا اه ممكن يبقى ليه مزايا اولا هيساعدك من اول ما تدخلي الاكل لغاية متفطومي لانه كتير من الاطفال من كتر الوقت الاكل من كتر ما بيرضعوا كتير وبيستسيلوا الرضاعة بازاك مع التسنين بتلاقيه ما بيكلش خالص فانت لو منظمه الرضاعة وهو متعود ان الرضاعة دي مش طول الوقت وفيه وقت اكل ده ممكن يساعده لما هتيجي تفطومي هتفطومي اسهل لانه هيبقى سهل ان انا اقل الرضاعة الرضاعة لان الرضاعة محطوطة منظمة في بعض الاحيان بيبقى الطفل بيلجألك بس عشان تتينى يعني بتبقى بس عايز يسكت طبعا هو لو نفسيا محتاجك عشان متضايق وعايز حضنك ده يرضع وياخد عينيك مش بس ياخد حضنك ويرضع انما فيه ساعات الطفل بيبقى رايح جاي عمالي ياخد يرضع عالماشي يرضع عالماشي يرضع عالماشي فبتلاقيه طول اليوم ما اكلش اي حاجة وبتلاقيه الام نفسها تعبد مش عارفة تنظم حياتها الامهات اللي بتشتغل تنظيم الرضاعة طبعا هيفرق معيك بذات لان انت نزل الشغل لازم تبقى عارفة هتحطي كام رضعة الطفل ده ممكن هيبتدي يأكل بدري شوية عن السيدس فتبقى عارفة تنظامي هتدي كام رضعة وكام اكلة فتنظيم الرضاعة هيفرق بالنسبة للنوم لو ما فيش الفترات بتاع التفارات النمو والتسنين والكلام ده فطبعا تنظيم الرضاعة بيفرق في النوم ليه لانه هو بيتعاود انه ما بيقومش غير على مثلا لما معدته تجوع هو معدته بتجوع كل ساعتين تلاتة فخلاص هو عارف انه مش هيسح قبل الوقت ده فطبعا بتفرق معيك شوية في النوم انما لما بيكون في تسنين وانحصار نوم ولقطات الدرامية اللي اتقصل لنا دي لأ طبعا ساعتها برضو انهم بيتلغبط بالرغم ان انت منظامي الرضاعة اللي انا عايز اقوله كمان مهم جدا انه اوقات بيبقى الطفل عنده ارتجاع شديد جدا فالدكتور من نفسه اللي بيطلب منك يقولك غيري نظامك ده ونظامي الرضاعة لانه الطفل طول ما هو عمال يرضع 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 حتى لو بطنه مليانة على الاخر وعمال يرجع لبن وبيرضع فانت كده بتأذيه اكتر في الارتجاع عنده وقت معين انت لازم تبقي منظام الرضاعات بحيث هو يرضع يشبع يتكرع زي الفل خلاص شبعين ما تاخدش حاجة بقى خد دواك وهدي الارتجاع وهدي معدتك لغاية ساعتين تلاتة كمان في الاول بيعافر وما بتبقاش عجبية القصة بس بعد شوية بطنه بترتاح بينام الدواء اللي بتديه للارتجاع بيجيب نتيجة ولما تنظامي الرضاعة للارتجاع هو يتردعي كل ثلاث ساعات لازم تردعي كل ساعتين لان انا مش عايزة املى البطن اوي 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 لدرجة انه يرجع انا ببقى عايزة تديله رضعة مناسبة مشبعة وبعد ساعتين اديله رضع كمان بعد ساعتين اديه وساعات بكل ساعة ونص بس مافضلش كل ربع ساعة بردع ان هو كده ايه؟ هيرجع طيب لو انا مقتنعة بتنظيم الرضاعة وعايز اطبقها اردع كل ساعتين ولا اردع كل ثلاث ساعات لا في الاول رضعي كل ساعتين لان هما في الاول معدتهم صغيرة اوي كل ثلاث ساعات هي تنفع يعني بعد مثلا شهر بيبي عنده شهر هو ينفع يردع كل ثلاث ساعات بس مع الارتجاع بتبقى غلصة بطنهم بتتميلي على الاخر فما بتبقاش لذيذة اوي فابتدي بالساعتين وبعدين لو انت وابنك مع ظروفكو تقدري تمديها ودايما لما بنمدها بنمدها تدريجي يعني مثلا 10 دقايق في 10 دقايق ربع ساعة في ربع ساعة بحيث الطفل يوصل للثلاث ساعات وبعد شوية مثلا لما ياكل ممكن يوصل انه بيبقى بيرضع كل اربع ساعات وقبل الفطن ممكن ما يبقى ما بيرضعش خالص كل خمس ست ساعات او وقت شغلك فبنمدها بالتدريج طيب المشكلة بقى الاساسية ان الامهات بتقولي طب انا هنظم الرضوع ازاي اول حاجة حبيبتي انت محتاجة تقراري وتلتزني لان الامهات بتضعف بتحط سكاجول او جدول وبعدين ترجع في كلامها لما تحس ان البيبي عيط او البيبي قريف او هي زهقانة او عايزة تسكته وتخلص او الناس اللي حواليها بتضغط عليها لأ انا خلاص قررت ان تنظيم الرضاعة ده احسن لحياتي مثلا واحسن علشان خاطر صحة ابني لو مثلا في اطفال وزنها بيزيد قوي 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 لان بترضع كتير كتير قوي الوزن الزايد عن اللزوم مش حلو الوزن المعتد الحلو الوزن الزايد عن اللزوم ممكن يحتي عطل الطفل في التطور الحركي لانه تقيل فخلاص لو انت دكتورك قالك انه في مصلحة الطفل ان انت تبتدي تتوكلي على الله ودايما نرجعي له انك تنظمي الرضاعة هتعملي ايه اولا خلاص قرار سيبت ما ترجعيش فيه واعملي كده دايما في الفطام في اي خطوة بتاختيها في البوتي ترينينج اللعنة الحفاضي بقى خلاص مش هنلبسه تاني انما الطفل لما بيحس ان انت بيفهمونا جدا جدا وبيحسوا بنا جدا لما بيحس ان فيه كده فتحاله شباك صغير بيتمسك وبيبقى الموضوع اصعب كل ما بتدتيه ابدر كل ما كان افضل يعني مثلا لو بتنظمي رضاعة مثلا عند طفل شهر ونص والرضاعة بتاعته زي الفل ده هيكون اسهل عليك من ان انت تنظمي رضاعة عند طفل اربع شهور بس مش مستحيل احنا بنرجع نعملها في طام التدريجي بس متأخريش قوي لانه بعد كده بيبقى تعلقوا جدا 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 بالرضاعة ما بيبقوش فهمين بقى انت تتعملي فيهم كده هتعملي ايه هتثبطي مثلا معايدك دلوقتي مثلا ساعة 12 انا ابني رضع رضعة حلوة جدا وانا كامي كده قلبي مرتاح ولازم قلبك يرتاح انه شبع عشان لما يعايد بعد شوية ما توضيش تشك تقولي لأ ده اصلا يمكن جعام لا خلاص هو قدامي هو راضع حلو ومن نحيتين وخلص ومتكرع وقاشة حبة حلوين والولد ما شاء الله زي الفل وهادي وحينام وكل حاجة تمام الساعة 12 خلاص مفيش راضع تاني قبل الساعة 2 طب انا من 12 لتنين بعمل ايه بلعب بلهيب حاجة ببعد عن مكان الرضاعة المعتاد يعني لو بتردعي دايما في القوضة اربطي الرضاعة مكان عشان خطر وهو برا في الليفنج مايبقاش متوقع منك اناك هتردعي بنلعب ما بندخلش المكان ده لابس حاجة مقفولة عشان خطر هو مايبقاش متحمس بابا شايله شوية او تيتا شايله شوية او حد تاني قاعد بلهي ممكن لو عندك مرجحة البيبي الصغيرة او الباونسر الكرسي الهزاز يتحط فيها شوية بحيث يساعده لو هو عايز ينام لفي بيه شوية معلش اليوم ده او هزيه كده على كتفك شوية لغاية ما يتحمل الموضوع فيه اطفال بيبقى صعب يقتنعوا بموضوع الساعتين فلو ده حصل خليها ساعة ونص وبعد الساعة ونص ادخلوا رضعوا رضعة كويسة مش الرضع اللي هي بيخلص ويعمل زغطة وتكرعي وتغيري وتكمل بقية الرضعة انت كده خلاص قفلتي كل شيء يعني عدي دول فيها لانه الرضعة ساعات ممكن تاخد لها ساعة لربع لما تعملي كل الخطوات دي يعمل زغطة ويعمل ستول وبعدين تغيري لسطول تحسي انه جاع تاني خلاص يقفلي كده وعدي منها ساعتين كمان او ساعة ونص كمان زي ما انت متفقى اول يوم بيبقى اصعب يوم عن تجربة لانه بيبقوا لسه بيزمزقوا مش فمين الساعة دي عايزة من هنا ايه فانت تديره حضنه ولفي بيه طبطبي عليه بعد شوية هتلاقيه هو بيجوع بالساعة خصوصا لو بدأ بدري يعني مش بدأ عند 4-5 شهور ده كتير قوي خلاص بيبقى هو تفاهم جدا انه هو مش هيجوع قبل المعدة ولو انت من المؤمنين بالتتينة دخلي تتينة لانها هتساعدك في انت هنزيم الرضاعة لان اوقات كتير بيبقى بس عايز يمص عشان يرتاح حتى بتلاقي بيمص صباحه فقدمي ساعتها التتينة التتينة لها ما لها وعليها ما عليها ليها مزايها وليها عيوبها طالما انت بتغسليها كويس قوي طالما ما بتأجليها وما بتدخليها غير لما الرضاعة تبقى كويسة واللبن كويس قوي والالتقام سليم 100% والوزن كويس طالما بتختاري نوع نظيف مش نوع مدور نوع مبطط بحيث ما يتعيبش الفك طالما انت مش بتستخدميها عمال على البطال بتستخدميها في الوقت اللي هو بيبكي فيه او مش مرتاح فيه فما فيهاش مشكلة هي بس ساعتها اللي وحيد بيبقى انك هترجعي تفطومي من التتينة ربنا اقويكو لو فيه اي سؤال انا موضحتوش اكتبولي ربنا يبارك في الولاد ويفرحكو بيهو